بسم الله الرحمن الرحيم في هذه المحاضرة التلخيص نبدأ درس اليوم إن شاء الله تعالى بالحديث عن تعريف التلخيص التلخيص هو إعادة صياغة النص الأصلي صياغة جديدة في عدد أقل من الكلمات والعبارات والجمل مع المحافظة على جوهر النص الأصلي والإبقاء على معانيه وأفكاره الأساسية وهذا التعريف الحقيقة في غاية الوضوح للتلخيص إذن التلخيص يقتضي وجود النص الأصلي الذي سنقوم بتلخيصه ومن الأمر الطبعي أن يكون التلخيص أقل من النص الأصلي بكثير بكثير كما سنرى بعد قليل لذلك لا بد أن تعيد صياغة بعدد أقل من الكلمات ولكن لا بد المحافظة على جوهر النص لذلك حين تأخذ جزء من النص الأصلي وتعيد كتابته فإن هذا اجتزاء وليس تلخيصا المراد بالتلخيص هو تقديم ملخص يغنيك عن قراءة النص الأصلي لأنه يأخذ خلاصته لذلك قلنا تلخيص هو يأخذ خلاصة هذا النص الأصلي ويعيد الصياغة من جديد بعبارات أقل بمعنى أن التلخيص يمكن أن يغني عن النص الأصلي فأنت تقرأ النص الأصلي وتعيد صياغته طيب مدام أن النص الأصلي موجود فما أهمية التلخيص؟ الحقيقة التلخيص له أهمية كبرى ولسيما في زماننا هذا هذا الزمان الذي حصل فيه انفجار معرفي واتصالاتي كبير جدا لذلك مع هذا التسارع تسارع يقع هذا الزمن أصبح كل مننا في حاجة إلى التلخيص في حاجة إلى أخذ المعلومة السريعة الخالصة لم يعد هناك وقتا للاستطرادات وقراءة آلاف الصفحات لذلك أصبحنا في حاجة إلى تلخيص المعلومة لذلك الطالب في المرحلة الجامعية وما بعد الجامعية هو في حاجة كبرى إلى التلخيص إلى تلخيص المحاضرات التي أدرسها أن تدرس خمس ست سبع مواد أنت في حاجة إلى قراءة هذه المواد وتلخيصها من أجل استذكارها بيسر وسهولة لذلك عملية التلخيص في حد ذاتها هي عملية عقلية ذات نفع كبير للملخص نفسه أثناء قيامه بعملية التلخيص لماذا؟ لأن حين نتحدث عن التلخيص فإننا لا نتحدث عن عملية سهلة أو سطحية وإنما نتحدث عن عملية عميقة جدا وهي أقسى وأعمق من عملية الشرح يعني لو أن عندك متن صغير وتريد شرحة فهذا أسهل بكثير من أن يكون عندك نص كبير وتريد تلخيصة وتقليصة لذلك تأمل معي هذه الخطوات وستتولد لديك القناعة التامة بأن التلخيص ليس عملا سطحيا تافها بل هو عمل علمي عميق جدا يحتاج في أدائه إلى السير على خطوات علمية واضحة لذلك خطوات التلخيص تبدأ بقراءة النص الأصلي أنت إذا عندك كتاب في 300 صفحة وتريد أن تعيد تلخيصة فهذا يعني أنك ستبدأ بقراءة النص الأصلي قراءة عميقة هذه القراءة العميقة تؤدي إلى تحديد أفكار النص ثم إلى قسمة هذه الأفكار إلى أفكار أساسية وأفكار ثانوية لذلك عملية التلخيص لا تبدأ مع القراءة وإنما يجب أن تبدأ أن تقرأ النص كاملا وأن تكون هذه القراءة مبنية على منهج هذا المنهج يستهدف تحديد الأفكار وتقسيم هذه الأفكار إلى أفكار رئيسة وإلى أفكار ثانوية ابتداء ثم بعد ذلك أنت ستركز على الأفكار الأساسية وتستغني عن الأفكار الثانوية فستعيد كتابة الأفكار الأساسية في جمل قصيرة واضعة لأنك إذا نقلت الأفكار الأساسية من النص الأصلي وكتبتها كما هي فهذا ليس تلخيصا وإنما يجب عليك إعادة الصياغة فأنت تستورد المعلومة تستورد النص الأصلي وتعيد إنتاجه مرة أخرى إلا أنك عدت إنتاجه في عبارات قصيرة واضحة تكتب بها الملخص بعد أن تكتب الملخص ستقوم بعملية موازنة بين النص الأصلي وبين تلخيصه لتتأكد أن هذا التلخيص وهو في العادة يجب أن لا يتجاوز ربع النص الأصلي ربع النص الأصلي بمعنى أنه إذا كان الكتاب في مئتي صفحة فيجب أن يلخص في خمسين صفحة ثم تسأل نفسك هذا السؤال هل استطعت في التلخيص أن تنقل إلى قارئ التلخيص الأفكار الرئيسة التي يريد صاحب النص الأصلي إيصالها إلى القارئ إذا كانت الإجابة نعم فهذا يعني أنك قد لخصت الكتاب بشكل جيد التلخيص يا شباب بهذا ليس عملية سطحية أن تبدأ بالقراءة تحديد الأفكار التمييز بين الأفكار الرئيسة والأفكار الثانوية إعادة صياغة الأفكار الرئيسة ثم الموازنة بين الأصل وبين التلخيص ثم بعد ذلك المراجعة والتدقيق ثم وضع عنوان للملخص والحقيقة أن التلخيص من الأعمال العلمية التي قام بها العلماء في التراث الإسلامي فمثلا تفسير بن كذير للقرآن الكريم من أهم كتب التفسير وقد قام كثير من العلماء يعني بتلخيص واختصار هذا التفسير فتجد مختصر تفسير بن كذير إذا كان تفسير بن كذير في أربعة مجلدات فيجب أن يكون المختصر في مجلد واحد وتجد أن مثلا من تقنيات الاختصار إذا كان بن كذير يقول في كل حديث يسرده قال فلان حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان قال حدثه فلان عن فلان فإن هذه السلسلة السلسلة من سند الحديث يجب أن تجتزى لأنك تريد نص الحديث وتستغني عن هذه السلسلة الطويلة من الأسماء وهذا ما يدخل في قضية التفريق بين الشيء الأساسي والشيء الثانوي لأنك تريد أن تنقل في تلخيصك الأمور الرئيسية والأساسية لا غير وتستغني عن الفضول والاستطرادات حتى يصبح هذا التلخيص مغنياً عن الأصل في رصد الأفكار ماذا؟ في رصد الأفكار الرئيسة وهذا لا يعني أن يصبح هذا التلخيص مغنياً بشكل مطلق عن النص الأصلي فإذا كان يريد أحدنا حسب المثال الذي ذكرته أن يطلع على رأي ابن كثير نفسه وليس على الآراء والأفكار الرئيسة التي ذكرها في تفسير آيات الكتاب الكريم فيجب أن تعود إلى النص الأصلي الذي هو نص ابن كثير لكن إذا كنت تريد فقط أن تطلع على ملخص المعلومة التي نقلها بالكثير فإنه يمكن أن تعتمد على التلخيص هذه الخطوات حين يتبعها الطالب في تلخيص أي مقرر من المقررات التي تقدم له فقد راجع المقرر أكثر من مرة لأنه سيبدأ بقراءة النص الأصلي سيبدأ بتحديد الأفكار الأساسية والأفكار الثانوية وهذه تعد قراءة ثانية ثم سيكتب الملخص ثم سيقوم بالموازنة بين الأصل وتلخيصي وهذه تعد قراءة ثالثة المقرر بعد ذلك بعد هذه القراءات الثلاث سيكون التلخيص كفيلا بأن يفتح نوافذ في ذهن الطالب لتذكر جميع المعلومات التي مرت به عند قراءة النص الأصلي ترجمة نانسي قنقر